أو الحوار أنت عندك مشكلة بالتراتبية يعني منه أول ومنه أخير ومنه ثاني ومنه ثالث لو عندك مشكلة بالإجراءات يعني أنا أردفهم مشكلتك تقول ليش بدأوا بهذا يا أخي بدأوا بهذا وممكن يروحون على واحد آخر بذلك يعني ممكن لك ما ستعاش بالقام أنا طلعت وأمام القنوات الفضائية وتحملت ما تحملت بظهور أكثر ملفات الفساد سواء على مستوى وزارة الصناع على مستوى التربية على مستوى الزراع على مستوى الداخلية على مستوى الدفاع على مستوى البلديات على مستوى النقل على مستوى بعد كم وزارة أو هيئات مستقلة أو المصارف الأهلية أو قضية المنافذ الحدودية أو قضية تهريب العملة العراقية خارج العراق أو قضية الإرهاب الذي يندعم من الداخل ومن الخارج بأموال عراقية مسروقة من داخل المواطن العراقي أو آلاف الأمور يعني هل من المؤوت قدمنا أدلة وأوراق ثبوتية بهذا الموضوع ليش ما تنفتح ليش لجنة النزاهة أنا أتحدى لجنة النزاهة أن تفتح لملفات وزارة الداخلية هيئة اللجنة تسعة وعشرين تفتح لملفات وزارة الداخلية وبالمناسبة الفريق اللي هو أبرغيف هو أصلا كان من ضمن منظومة الداخلية ويعلم كل ملفات الفساد الموجودة داخل الداخلية مكتب رئيس الوزراء مدير مكتبة كان المفتش العام رائد جوحي كان المفتش العام في وزارة الدفاع ويعلم صغريات وكبريات وأوسطية الفساد في وزارة الداخلية الدفاع القضية الأخرى وزارة الصناعة معروفة أصلاً الكل تطلع بالمشترك تقول وزارة الصناعة من 2005 من 2006 باعت تفصيخ وزارة التجارة بيعت للدول الجوار والمهربين تفصيخ وزارة التربية التعليم بيعت للتجهيل وزارة الصحة بيعت لشركات فاسدة لجلب كل يوم تشوف المنافذ ألقت القبض على أدوية خارج